السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي ازايكم عاملين ايه اتمنى اتكونوا بخير وسحة وعافية ان شاء الله النهاردة احنا نتكلم عن تجديد خلايا الكبد اللي عندك او لو انت عندك مثلا مشاكل في الكبد او اي حاجة فاحنا ازاي نجدد خلايا الكبد بص اه قبل ما قولك عن منتج اللي انا اشتريته واللي هو الحمد لله اعمل معي شوية حاجات كويسة انا بس احب اقولك ان في حاجات ممكن تحصل تدمر لك الكبد عندك مش هتضمره انت هتموت يعنى بس الفكرة انت مع الوقت بيتضمر اه مثلا حاجات زي لو انت مثلا متشرب كحوليات او انت مثلا بتشرب خمور وكده فالكبد بيحصل له حاجات سمية سمية اسمها سمية الكحوليات اللي هو بيتأثر بالكول علشان بي Bayard الكبد ده عموما بيبقى وظيفته انه هو بيفالتر اي حاجة بتخشه فطبعا بيفالتر ميا مشروبات اي حاجة فطبعا لما بيخشís له كحوليات فبيضطر انه هو يحصل له سمية من الكحوليات كمان الكبد بتعرض لتلف الخلايا بتاعته الخلايا بتاعت الكبد سعب بتتلف يعني سعب يحصل له كده زي تشرخات كده او زي يعني سليصات كده حاجات بتقطع كده في الكبد وكمان لو انت مثلا بتاكل اي اكل عادي ممكن يحصل لك مثلا ممكن الكبد يتأثر به المشروم ساعات المشروم بيبقى فيه سمية شوية او سموم شوية فبرضو ممكن يتأثر الكبد فيه وكمان لو انت لقدر الله بتتعالج من علاج كيماوي فبرضو الكبد بتأثر فيه غير كده بقى وتسيبك من ده كله حاجة بس حيطة كانت تاني بص انا جبت اه حاجة منتج اسمه سليمرين كومبليكس سليمرين كومبليكس ده من شركة اسمها كاليفورنيا جولد نيوتريشن بص هو المنتج ده مش موجود في مصر يعني انا كاليفورنيا جولد دي او شركة اسمها كاليفورنيا جولد نيوتريشن دي بتنزل كذا منتج يعني عموما يعني هي كده كده شركة اساسا بتاعة مكملات اسد بس الفكرة ان المكمل ده انا ما لقيتوهش في مصر انا جبتوه من بره من موقع اسمه اي هيرب اي هيرب ده المنتج ده اسان رخيص المنتج ده بعد 10 دولار او 18 دولار يعني حاجة كده رخيصة جدا على فكرة مش غالب بس الفكرة بقى في ايه ان المنتج ده في كذا حاجة بقى حالة بصر في اولا حاجة اسمها شوكة اللبن لو انت مسمعش نوع شوكة اللبن يعني اتمنى انك تخش عالنت وتدور على شوكة اللبن شوكة مريم شوكة الحليم لها كذا اسم الشوكة اللبن دي بيبقى المستخلص اللي هو السليمرين اللي فيها ده بيتاخد بيتعامل في اللي هو المكمل ده في بيساعد على عدم تلف الانسجة في الكبد اللي هو الكبد يبقى على طول سليم بيقلل من سمية الكبد بيقلل كمان من خطورة الإنسولين الإنسولين في الدم لو أنت تعرف يعني مع معادلة كده بسيطة لما انت بتاكل أكل فيه كربوهيدرات أو سكريات فالإنسولين بيعلب من البنكرياض يعني بين كرياض بيفرز الإنسولين كل ما الإنسولين يكسب جميع مشكلة لديك في جسمك كل ما معدل الإنسولين يكسب جميع مشكلة لديك هذا السليمرين يقلل معدل الإنسولين في الدم يقلل تكون الدهون حول الكبد OVATELIVER او الكبد الدهني فوالكبد الدهني فهو مزيد من الحاجات الهجومة التي تقومها السليمرين وأيضا هناك شيء يعتبر يوم ويوم فيها الكوركم وفيها البلاك بيبر الكوركم بيبقى صعب على الجسم انه يمتصه الكوركم تقيل عنصر تقيل فالجسم يمتص البطء كتير قبل لكن عندما تشربه معه فلفل اسود ده بيظبط جامد قوي يعني ده بيخلي الجسم يمتص بسرعة وده حاجة حلوة للرجال انظر اغلبية الناس عندما معدل السمن عندها تزيد طبعا الاستروجين هرمون الاستسترون يقل ويزيد هذا الاستروجين هو هرمون الانس وهرمون الذكورة يقل فالكوركم مع الفلفل اسود يقلل هرمون الاستروجين يعني نسبة هرمون الاستروجين عشان كده انت بتروح الجمه وعموما ده لك انت عموما اعمل كده لنفسك مثلا زي بطربان حط فيه كم علاقة كوركم كم علاقة فلفل اسود وخد معلقة كده كل يوم واشربها على ماء سخنة ده كويسة جدا ان انت بتقلل نسبة الاستروجين وكمان فيها جنزبيل وفيها الخرشوف ونبتة الهندباء بص يعني المكمل ده كله انا جربته انا شخصيا وكمان انا مش دكتور عشان اقول لك كل واحدة بتعمل ايه بس عموما انا جربت المكمل ده فالمكمل ده حلو فعلا لصحة الكبد فلو انت مش قادر على ان انت تجيبه من بره عشان ممكن يبقى فيه جمالك وفيه كذا حاجة فيه في مصر حاجة اسمها سيليمرين بلاس وفيه سيليمرين ده بيبقى على هيئة كابسولات وفيها على هيئة اسمه ايه ده اللي هو فوار فممكن تخش وتدور اكتر يعني حاول انك تدور لصحة الكبد الكبد انت عندك كبد واحد لكن وعندك كليتين فالكبد بقى صعب شوية بس في نفس الوقت حلوة الكبد انه هو بيجدد نفسه بنفسه يعني لو خلايا لقدر الله اتلفت بيعرف يكون خلايا تانية وبيعرف يجدد الخلايا تانية فدي بتبقى حاجة كويسة اوي في الكبد فاتمنى يعني تهتم صحتك اكتر ودي مكملات فعلا فعلا مكمل انا مسميتش عنه بلاك اسمه سيليمرين او شوكة الحليف فاتمنى حضرتك لو عجبك الفيديو اتمنى ما تنساش تعمل لايك وتشترك معاه في القناة اه ده لدعم يعني شكرا جدا ليكم وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي والسلام عليكم وراح تدور كده اشتركوا في القناة